لن تجد نظاماً مثقلاً بالأزمات طويلة الأمد كما الحال مع العملية السياسية في العراق التي تتنقل من أزمة اقتصادية إلى أخرى أمنية تتبعها سياسية لتجد أحزاب السلطة تتبادل الاتهامات وتحمل إحداها مسؤولية الإخفاق لأخرى أحدث الأزمات الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل حيث يصور شركاء العملية السياسية هذه الانتخابات على أنها طوق النجاة للعراقيين من نفقهم الطويل ويوم التغيير المنشود غير أن الواقع يكشف حقيقة أخرى يعترف بها بعض الساسة على حين غفلة لذا ترى نواباً في البرلمان يقرون بصعوبة إجراء الانتخابات أصلاً فضلاً عن الجدوى منها بإحداث تغيير يذكر هذه الحقيقة لها ما يؤكدها على الأرض ويقومون بإدارة عمليات تزوير واسعة خلال السنوات الماضية كما بدأت الأحزاب المرفوضة من الشارع تجهز نفسها لاستلام السلطة مجدداً عبر عملية تدوير وجوه هزيلة تسمى الانتخابات وعلاوة على ذلك ترقب الميليشيات فرصة أخرى لتوسيع وجودها داخل العملية السياسية خصوصاً أنها الطرف الأقوى في البلاد وسلاحها فوق القانون باعتراف الجميع فيحذر النائب علي لبديري من خطورة الجهات المسلحة قائلاً إنها جهزت نفسها منذ وقت طويل ليوم الانتخابات لا تتوقف الأزمة هنا فقد تزايدت التحذيرات مؤخراً من نشوب صراع مسلح وواسع بين أجنيحة العملية السياسية أحزاباً وميليشيات فاحتمالية تقاسم السلطة بين الأطراف تبدو صعبة خلال هذه المرحلة ما دفع كل طرف لاستعراض قوته العسكرية أمام الآخر قبيل الانتخابات عثرات العملية السياسية المأزومة ليست وحدها نذير فشر الانتخابات فالرفض الشعبي الواسع للأحزاب الفاسدة وعزوف العراقيين عن الانتخابات أمر لا مفر منه بالنظر إلى ما جرى عام 2018 حينها لم تتجاوز نسبة المشاركة العشرين في المئة ما يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الشارع العراقي قد وصل إلى المسافة صفر مع السلطة وأيقن أن التغيير غير ممكن طالما يشرف الفاسدون أنفسهم على صناديق الانتخابات ترجمة نانسي قنقر